عايزين نسأل حضرتك أولا إيه الحاجات اللي بتقرب ما بيننا؟ يعني مناسبة عيد الميلاد المجيد بحس إنها من أكثر المناسبات اللي بنقدر ننفتح فيها على بعض نتكلم فيه ما يجمعنا السيد المسيح النبي عيسى هو قريب مننا من كل الزوائي لكن هل نكتفي بالحتة دي ونطبطب عليها من بعيد ولا في حاجة أكبر وأعمق ممكن تجمعنا؟ أكيد في حاجات أكتر كتير ممكن تجمعنا وأنا أعتقد زي ما قلت أثناء المقدمة لتطوير إنسانياتنا إن احنا نتطور في إنسانياتنا نحتاج أن نتحلى بقيم كثيرة جدا ركز عليها السيد المسيح في حياته في تعليمه في تحدياته التي واجه بها مجتمع كان يعني متصلبا متشددا ضد التحاور وضد الاندماج كان مجتمع مستعلي يشعر بالاستعلاء على الآخرين ورافض للآخرين ويقيم الحواجز النفسية والفكرية والمعنوية ضد الآخر لك أن تتخيلي من ألفين سنة أن يخترق السيد المسيح هذا المجتمع ويحاول أن يجمع اليهود مع الأممي والفقير مع الغني ويجمع المهمشين ويعطيهم قيمة كبيرة كان محبا للعشرين والخطاط الذين كانوا منبوذين من المجتمع الديني أطول حوار أجراء أجراء مع امرأة سامرية منبوذة بنظرة المجتمع خاطئة بنظرة المجتمع خاطئة حتى تلميذه وهم جماعة من الأطقياء كرام عظماء لكن عندما آتوا ووجدوه يتحدث مع امرأة تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة والعجيب عندما تحلل الحوار مع هذه المرأة تكتشف أنه كشف لها أعمق الأفكار عن العبادة الحقيقية التي لم يكشفها في أي حديث آخر واختص هذه المرأة بها ليهدم فكرة اليهود عن المرأة باعتبارها كأنها أقل في الفهم والاستيعاب من الناحية الفكرية أو من الناحية الروحية ما هي العبادة الحقيقية بحسب رسالة السيد المسيح؟ الأصالة والارتقاء فوق ما هو مادي لأنه عرف قائلا الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا فتكلم عن الجانب الروحاني في الإنسان وعدم اختزال العبادة إلى مجرد ممارسات مادية لكن أيضا بالحق بالحق لقد قدم الأصالة عن الممارسات أن أكون أصيلا في ممارستي للعبادة عن أن أكون مكثرا من هذه الممارسة